جددت قبائل دهم بمحافظة الجوف وقفها إلى جانب قوات الجيش الوطني في معركته ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية وقال قائد بطرح القبائل الشيخ سنان العراقي قال إن قبائل الجوف التي وقفت في وجه الحوثيين منذ العام 2008 تؤكد وقفها اليوم إلى جانب الجيش والأحرار من أبناء اليمن حتى استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي الإرهابي الإيراني وعشاد الشيخ العراقي بما سطره أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجوف في معارك التحرير ضد ميليشيا الإرهاب الحوثية قبائل الدهم ضحوا بفردات أكبادهم في سبيل هذا الوطن ولا زالوا إلى يومنا هذا يضحوا ولا زالوا يتقدمون الصفوف ولقد تم في الآونة الأخيرة تأسيس مطارح دهم ويعود الفضل للشيخ علي بن صالح الشطيف المؤسس ومن معهم من أخوانه مشايخ دهم ولازال المطرح يقوم بواجبه وها هو اليوم وفي ظل التصعيد الأخير من قبل الحوثي يضحي ويشارك أخوانه الجيش الوطني شارك في جبهة السرواح وجبهة المشجح وكذلك في الكسارة وكذلك في جبهة رغوان وغيرها من الجبهات الأخرى وقدم شهداء في الفترة الأخيرة ولا زال يقدم وعلى استعداد لتقديم المزيد من الشهداء في ظل أو من أجل هذا الوطن ومن أجل دحر الميليشيات الإيرانية التي لا زالت تريد أن تفرض على الشعب اليمني الشعب الأبي تفرض عليه أجندة خارجية وكذلك تريد أن ترسخ فيه قاعدة لانطلاق لزعزعة أمن اليمن والمنطقة العربية ولكن لا يزال قبائل الجوف وأخوانهم قبائل مأرب وغيرهم من القبائل المتواجدين في محافظة مأرب يقارعون صفا واحدا إلى جانب الجيش الوطني إلى ذلك جدد أبناء قبائل دهم بالجوف تأكيدهم في الاستمرار في دعم الجيش الوطني حتى استعادة كافة المحافظات من قبضة ميليشيا الإرهاب الحوثية والقبائل دهم ما زالت وستظل إلى جانب جيش الوطني وإلى جانب قيادتنا لقاف هذا المد الإيراني وأنه لعار على كل يمني أن إيران تتباهى في أكثر من 85 قناة إعلامية بأنها تساوم على بلدنا بلد الإيمان والحكمة وهذا عار على كل يمني وعار على كل عربي أن يقفوا صفا واحدا تجاه هذا المسار الخطير الذي يريد أن يعيق أو يهدم هوية العربية والإسلامية فندعو جميع القبائل الذين لم يلتحقوا بالصفوف ولمواجهة العدو بأن يستيقظوا من نومهم ومنسباتهم للوقوف إلى جانب أخوانهم القبائل والوقوف إلى جانب الجيش الوطني في وجه تلك الميليشيا الإرهابية أبناء دهم أتوا إلى مواقع الشرف البطولة يساندون أخوانهم في الجيش الوطني المقاومة الشعبية وندعو من ممبر قناتكم العزيزة قبائل يمن وشرفاء يمن من مشايخ وأعيان وأفراد أن يكفروا صفا منيعا مع أخوانهم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ودحروا الغازي الإيراني المجوسي الذي أتى ليغير هوية اليمن ونقول لأتباع إيران إن لكم ذلك إن حربكم على مارب والجوف وتعز وجميع اليمن خاسرة وستخسرون بإذن الله سبحانه وتعالى ولن تنتصرون وسنحاكمكم عاجلا أم عاجلا بإذن الله سبحانه وتعالى نرسل رسالتنا للحوثي ومليشياته الإجرامية بأن ما حشده من الحشود والمسيرات والصواريخ بجميع أنواعها بأنها لن تخيفنا لن تخيفنا لن تخيفنا ورسالتنا إلى الجيش الوطني هؤلاء قبائل دهم كبارهم وشبابهم مستعدين على المواصلة معكم ولن نتأخر ولكن سوف نكون في الصفوف الأمامية معكم حتى النصر أو الشهادة ورسالتنا إلى القابعين تحت سيطرة مليشيات الحوثي أننا قادمون ولن ننتظر حتى يأتوننا ومن اليوم سنأتي ونطهر كل شبر من عمالتهم ورقسهم معركتنا مع الحوثي نحن كقبائل دهم معركتنا معركة قديمة من عام 2008 2009 2010 2011 2014 وحتى الآن ولا زلنا مواصلين ولا يمكن نتخلى أبدا من تحرير الوطن بالكامل ونجدد عهدنا للقيادة والوطن أن نحن نواصل حتى آخر شبر في الوطن تحرير ترجمة نانسي قنقر